حوالي عشرة أيام كانت الذكرى السابعة لهذه محاولة الانقلاف في تركيا كانت الحقيقة يوم عصيب وليلة مجيدة صحيح يعني بدأ اليوم وكلنا كان وجلا أنا أذكر تماما أين كنت وحينما قيل أنه حصل انقلاف في تركيا أذكر أني كلمت عدد من الأشخاص منهم من كان يبكي يعني على الهاتف على التاليفون كان يبكي وما أن بزغ الفجر إلا والحقيقة الكل يعني شعر بأنه قد شهد حادثة تاريخية مجيدة بكل المقاييس اليوم عندنا إحنا إشكالية الحقيقة وهذه الإشكالية بغض النظر عن مواقفنا إذا الوضع العام والدولة الحقيقة هي يعني تلقي بمجموعة من التساؤلات اليوم في تركيا هناك حالة من التضييق على المهاجرين وعلى اللاجئين بل ربما نقول أنه حالة من التضييق على العرب تحديدا تحديدا العرب ومنهم بالأخص السوريين طبعا هذه الآن الكل يتكلم عنها والكلام هو يتردد حتى أنس أنه في ناس بتكلموا عن فتوى بجواز تغيب المرء عن صلاة الجمعة إذا خشي على نفسه إذا خرج إلى الشارع سألت في نفسك لهذه الدرجة وصلت في تركيا أنا وصلني وصلني يعني في بعض المجموعات التي فيها من العراقيين والمصريين والفلسطين والسوريين يعني من يقول أنه اللي مثلا اللي ما مضطر يطلع من بيته لا يطلع اللي مثلا بدل ما تنزلوا كل يوم إلى السوق يعني تشتروا مثلا حاجاتكم اليوم اجمعوها كلها مثلا في طلعة واحدة مرة بالأسبوع أو ما شابه قللوا من خروجكم لا تسوحوا للأولاد أن كذا الحقيقة هل هذا يعكس واقع؟ صاحب الفتوى اللي تحدث عنها الدكتور عزام أنا أتصلق به شخصيا لأنها بالفعل أثارت انتباهي واستغرابي فقال مجموعة من المعلومات أنه الآن قوات الشرطة التركية تقف على أبواب المساجد في إسطنبول بالذات وتحيط المسجد طبعا بقوات ومعها بصات ثم تفتش في هذه البصات تفتش في هويات الناس أو في قاماتهم وتعبئ في البصات ثم تنقل وتبعد إلى إدلب مباشرة حتى من العجائب يقول أن كويتيًا وهو سائح كانوا نسي جواج سفروا أو مش حاملوا يأخذوه معاهم ودوم يسفروا على إدلب ودوا إلى إدلب هذا الكلام يقود إلى الكلام الذي كان يقوله الرئيس أردغان في ليلة الانقلاب أو بعض الانقلاب بيوم عندما خطب وقال أن هذا الانقلاب صحيح أحبط الجيش عفواً الشعب التركي والقوات التركية والآخر لكن أنا أذكر كلامه عندما قال بدعاء المظلومين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي إخواننا الذين أويناهم بفضل دعائهم نحن كذلك تمكننا فهذه المعاني المهاجرين والأنصار اللي طيلت الوقت الأتراك الشعب التركي وشعب كريم وشهم والحكومة التركية وهي التي استوعبت هؤلاء الناس أثناء الأزمات الموجودة في المنطقة التي استوعبت المهجرين المظلومين المضطهضين الآن حتى لو كان بشكل هم كما يقوله شكل محدد للمهاجرين غير الشرعيين لكن واضح أنه القوات للشرطة والأمن أخذت ضوء أخضر حتى لو كان صغير من الحكومة كما تقول الحكومة لكنها تمارس أنصرية غير طبيعية يعني كأن الذي فاز في الانتخابات هم اليمينيون المتطرفون المعادمة للمهاجرين الآن تطبق نفس سياسة ظفر هذا حزب الظفر وحزب الشعب أين هي الحكومة التركية؟ حقيقة نتين إذا انتصر على قل في إسطنبول يعني أردغان لم يأخذ أغلبية في إسطنبول ولذلك هم الآن عندهم انتخابات الولايات مش عارف كيف يسموها البلديات ولذلك يعني هذه ليست فتوى لأن الذي يقع فيه ظلم كثير يعني ظلم كبير للناس وظلم لأمنهم ويعني التصرف يعني غير عقلاني مع الناس ولكن اللي قاله الدكتور عزيم دقيق على الأقل بخصوص إسطنبول لم ينتصر أردغان لكن الانتصار هو انتصار على الوطني ما علاقة عدم انتصاره بظلم الناس أسي الشرطة من الذي يديرها البلدية أم الحكومة المركزية الحكومة المركزية بطلقة الحال وزارة الداخلية وزارة الداخلية تهب علي أردغان ثم أنا أخشى هما يقولون أنه الانتخابات كما تفضل أخشى يكون هذا تفضل لا هما يقولون أنهم يمارسوا هذا من أجل الانتخابات القادمة ليفهولون نعم لكن هذا هذا أولا في عنصرية هذا في عنصرية حتى بالمقاييس الأوروبية تخيل لو هذا الأمر حدث شيء شبيه في فرنسا قامت القيامة يعني والمهاجرين أو على الأقل أحفاد المهاجرين حرقوا حرقوا باريس ومدن أخرى في مقتل الشاب الذي قتل بتلك الطريقة طبعا نحن ضد العنف لكن كان رد فعل طبيعي لضغط رهيب متواصل عليهم إعلاميا اللي يحدث الآن في تركيا وكأن القوى التي كانت تقول سنهجر السوريين كانها نجحت كانها هي التي فازت واحد الأمر الثاني حتى لأسباب انتخابية مثلا هذا غير مقبول لا من ناحية إسلامية ولا من ناحية حقوقية ولا من ناحية عقلانية الأمر الثالث هناك كثيرين وتفضلتم بقضية الكويتي هذا وقصة الكويتي هناك سياح هناك الذين يحملون الجنسية هناك الذين لديهم إقامات هذا أمر غير مقبول وأنا أخشى ما أخشاه أن هناك نحناءة في اتجاه السيسي وفي اتجاه بن زايد هذا بالضبط الذي يعني يخشاه البعض من أنه التوجه السياسي في المنطقة لتركيا إذا التقارب مع النظام السوري التقارب مع السيسي عقد الاتفاقيات الجديدة مع السعودية والإمارات أنه هذه جاءت متزامنة والحقيقة هي يعني قضية التضييق على المهاجرين وهذا موجود وبالمناسبة ليس فقط العرب الأفغان وربما بعض الأسيوين أيضا هنا تعرضوا لشيء كثير من هذا لكن المقلق أنه في نفس الوقت وضمن ما يبدو أنه نفس الحملة العديد من البلديات أصدرت قرارا مثلا بإنزال لافتات المحلات المكتوب عليها باللغة العربية طبعا هناك قانون بأنه أي لغة أجنبية ينبغي أن لا تأخذ حيز أكثر من ربع اليافطة هذا مفهوم لكن هناك يافطات باللغة اليونانية والروسية وكذا لم يمسها أحد فاستهداف العرب الحقيقة مقلق جدا يعني وواضح أنه في توجه عنصري وعنصري بالذات ضد العرب والعروب وعنا شايف أنه هذا مؤشر في غاية الخطورة بس الأمر غريبة أبو ناجي التذهب إلى تركيا يعني ترى الآلاف المؤلفة من السواح العرب الاستثمارات الذين يستثمرون الذين أخذوا جنسيات بناء على استثمارات مئات الآلاف من الدولار ضخوها في الاقتصاد التركي عرب الذين يا الشعوب العربية وقفت مع تركيا ولم تزل ولم تزل واقفة مع تركيا بالذات يا دكتور بالذات أنه الآن كل الناس اللي عندهم حب لتركيا وهم كثر في العالم العربي حتى أنا أعرف ناس كثير نقلوا استثماراتهم من الخليج إلى تركيا نعم 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 في الأردن عدد هائل من الناس نقلوا استثماراتهم إلى تركيا باعتبار أن تركيا دولة بيبيا اليمان الأردن فيها حرية في احترام للإنسان صحيح في قوارب يرمون أنفسهم على الشاطئ ويأتون الآن اللي هم من خلال الكنال الإنجليزي اللي بيجوا بالآن في السنة هذه عشرات العشرات العشرات اللي جاءوا إلا أنه صح في هناك الآن عنصرية في الحكومة البريطانية وفي قوانين لمنع هؤلاء وترحيلهم إلى إيرلندا إلى رواندا وما إلى ذلك لكن على الأقل لم ينفذوا مثل هذه الحملات بهذه الطريقة ناس تعيش في بيوت وتدفعها الحكومة ويعطوهم اللي هو البينيفتس اللي شان يأكلوا ويشربوا وفي مكان سكن على الأقل فيه الحد الأدنى من الحياة الإنسانية والمحكمة تقف بالمرصاد وتمنع من التهجير وتمنع لا يصل الأمر بأنه أنت تعطي إشارة حتى لو كما تقول يعني لأنه الحكومة أصدرت بيان أمس ولا أمس أنه إحنا لا نستهدف الناس اللي معاهم إقامات والآخرية حتى الذين ليس معهم إقامات يا أخي أعطيه وقت يصحح نفسه صحيح أعطيه وقت يصحح وضعه القانوني لمدة ثلاث شهور لمدة أربعة شهور ضف إلى ذلك أنهم يأخذون ملايين دولارات على الأوروبيين يمنعوا وصول سوريين وغير سوريين إلى أوروبا يعني شوف كيفما نظرت لهذا الموضوع تجد أن هناك ربما داخل الحكومة لأن هذا قرار حكومي في نهاية المطرف الشرطة هناك تلقت أوامر لتفعل ذلك لم يفعلوه من رأسهم وإلا تصبح دولة مش دولة قانون هناك ما تفضلت بكرتنا الآن على قضية إيواء المهاجرين في بواخر وبيوت البواخر هناك خضب رهيب وجمعيات هناك احتجاجات واحتجاجات والحكومة والمحكمة محكمة الاستيناف ألغت قرار ترحيل إلى رواندا والاعتقاد أن المحكمة العلية سترغيه إلى الأبد وانتقادات كبيرة لهذه الحكومة على أساس أنها عنصرية لكن إذا قررناها الآن هذا على الأقل يستطيع أن يقول لك نحن نختلف معكم في كل شيء مع هذا المهاجرين ماذا يختلف في التركيا على السوري أو العراقي أو ربما شوية في اللغة لكن الباقي كل شيء مشترك أنا أحزنني تعليق أحد الإخوة على موضوع الفتوى عفوا فضل تعليق أحد الإخوة على موضوع الفتوى فيما كتب في الفيسبوك يقول هذا يعني أنه سقط مصطلح المهاجرين والأنصار وهكذا كان ينظر الناس إلى تركيا في عهد أردوغان نهاية تنصر المظلومين تؤوي الهاربين من الظلم والطغيان لابد أن تتدخل الحكومة على أعلى المستويات لوضع حد لهذه المهزلة هذا ظلم هذا انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان هذا معيب في حق مسلمين أتراك وهذا يضر بمستقبل تركيا ومستقبل أنا الحقيقة قبل فترة يعني وبالمناسبة يعني أعتقد من المهم جدا أن يعني لا ندفع باتجاه التطرف في القول وفي الوصف والبعض يتكلم أنه الخشية من المشي في الشارع وكذا أنا أعتقد هذه مبالغة مبالغة كبيرة ينبغي أن توضع المسال في نصابها وتذكر الحقائق كما هي لكن في نفس الوقت أنا مثلا يوم من الأيام دخلت إلى محل وسألت سؤالا فإذ بحالة من البرود يعني في الجواب يعني لم يكن هناك التفاعل مع السؤال فلما يعني سألت هكذا ألححت في السؤال فسألني قال أنت سوري فقلت له هكذا بشكل تلقائي قلت له لا أنا لست سوري فإذ به يعني يتفاعل معي بشكل مختلف فقلت للأخ الذي معي وهو تركي قلت له أخي قل له يعني إيش ولو كنت سوريا ما الإشكال إيش المشكلة فأعطاه من الكلام ما هو الحقيقة لا يفكر وهذا يعني أنه فيه تعبئة فيه تعبئة مالي المشكلة أحريض هو التحريض شديد الفترة الانتخابات التي مرت مرت عدة شهور قبل الانتخابات كانت فيه غاية التحريض والأحزاب التي حزب الشعب وأتباعه وللأسف للأسف الشديد أنه كان مع حزب الشعب مجموعة من الأحزاب الإسلامية التي تحسب على التيار الإسلامي وتحسب على قصة الإسلام والأمة وما إلى ذلك إنها كانت مع هذا الذي الذي أجج مشاعر العنصرية مشاعر بالذات ضد العرب وبالتالي نجد أنه بعض العنصريين الذين كانوا مرشحين من سواء كان هذا حزب ظفر وغيره من الأحزاب وحتى حزب الشعب الجمهوري كانوا يمارسون نوع من نسميها نوع من السادية في خطابهم ضد ضد العرب بالذات وكأن العرب هم الذين سينجحون أردغان أو يفشلون أردغان وبالغوا في أعداد المهاجرين وقال لك أنه في 15 مليون مهاجر وأنه كل المهاجرين يبدو لا يزيدون 4 أو 5 ملايين من بين 85 مليون تركي والذين معهم الجنسيات لا يزيد 10% يعني 200 إلى 300 ألف كل هذه التعبئة كان يجدر بالحكومة أنه بعد ما استقر الأمر أنه هي تبدأ مثل هذا الخطاب تفككه لأنه ليس لصالح لا لصالح تركية كدولة ولا صالح المجتمع التركي الآن الذي أصبح مفتوح على كل الجنسيات في عشرات مئات الألاف من الروس في مئات الألاف من الكرانيين في ملايين من العرب والسوريين في ملايين من جميع هذا العالم أنت إلى ماذا تؤسس هل تريد أن تؤسس إلى أنه دولة طارضة زي الدول العربية وبالتالي كل السمعة التي كسبتها تركيا في فترة الماضية تذهب كمن يطلق النار على قدمي أنا عندي خشية أولا يعني إذا صدقنا المقدمة التالية أن الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية لم تكن حدثا محليا بمعنى أن المتدخلين فيها وفي توجيه الرأي العام الناخب التركي ما كانوش فقط الأحزاب التركية كانت حدثا دوليا بامتياز صحي وتدخل في توجيه الرأي العام التركي قوى وجهات متعددة هذه نقطة أولى وهذا سيبقى تأثيرها يعني سيبقى تأثيرها في اتجاه معاكس لمسار الدولة التي أسسها أردوغان على أساس المقولات الذي تحدث عنها الدكتور عزام هذه نقطة أولى النقطة الثانية هذه الماكينات البروباقاندا ما زالت تشتغل على الشعب التركي كما اشتغلت في وضعية أخرى مثل وضعية البريكسيت هنا في بريطانيا أو وضع الانتخابات الأمريكية أو حتى في تونس قيس سعيد بدأ الشغل عليه تقريبا من 2015 أنا لا أقدر أن أقبل أو أفتي لما يقع من ظلم في تركيا ولكن أنا أقدر أن أردوغان والدولة التركية وما يمثيله أردوغان هم الآن في مرحلة ضعف ضعف اقتصادي وضعف في مواجهة ساحة من الأعداء التسعة هو الآن مضى في اتجاه يعني اطفاء نار الاحتكاك مع القوى المعادية يعني في اتجاه دول خليج في اتجاه مصر في اتجاه أنا تقديري سيكون مضطر لذلك وربما ينهج السياسات في قادم الأيام ما رح تعجبنا يعني أنا بقيت أفكر نحن كنا في لندن توصف لندن يعني في التسعينات أنا عاصمة العالم الإسلامي بسبب الرسوخ الذي وصفته فيها ويمكن أن تتأخر تركيا عن الدور الذي قامت به خلال 10 أو 15 سنة الماضية تتأخر عنه وتعود لدول أخرى لأنها في تقديري ما رح تكون قادرة على حمل هذا العبد إذن يقال إذن والبعض يحتج أنه إذن ما كان ينبغي للرئيس أردوغان ما كان ينبغي له أنه يطلق شعارات مثل المهاجرين والأنصار أنه يتكلم عن استيعاب تركيا لهؤلاء الملايين من المهاجرين وكأنهم يصلون إلى بلادهم وإلى أوطانهم وإلى أهليهم إذا كان بعد ذلك سيرتد عن هذه المواقف إما اضطرارا أو رغبة لا ندري المقصد الذي يعني أنا باعتقادي مهم جدا أن يترسخ لأنه الحقيقة كتب الشيخ محمد خير موسى كتب يوم أمس مقالة رائعة في من الضرورة بمكان لأن تعرف أنت يعني في مثل هذه الأوضاع هناك البعض من يقول والله لازم نتفهم موقف الدولة وهي في حالة من الضعف ولكذا فكتب ويقول أنه من أعتى أنواع الظلم أن تقول للمظلوم يا أخي أولا يعني اصبر اصبر عادي ما هو معذور الذي يضربك معذور له ما يدفعه لذلك الظلم كيف يعني هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي أن يكون فإذا كانت الحكومة مضطرة إذا كان أردغان مضطر إحنا إذن علينا أنا أتكلم كمواطن تركي الاضطرار معذور إن لم يكن فيه ظلم هذا هو يعني أنت ممكن تضطر أن تغير تحالفات تغير سياسات معينة لكن لا ينجم عنها ظلم بائن بهذا الشكل وقع الظلم على المعارضين مثلا أخي الاضطرار لا يصل إلى أنه أنت تأخذ العاصي والمذنب كل بطريقة واحدة ثانيا يعني في وسائل حتى لتصحيح أو للسير في سياسات جديدة يعني مثلا أنت المعلن في هذه السياسة أنه ضد المهاجرين غير الشرعيين طيب ما هو يمكن أن تضع أنت قوانين وتضع وسائل بحيث أنه أنت تمنع المهاجرين غير الشرعيين بطريقة قانونية بقريقة إنسانية بقريقة محترمة اللي تنفذ سياستك لكن الإظهار للآخر اللي هو بسموها العدوانية في التنفيذ العدوانية في التنفيذ هذا ليس له علاقة بسياسات سيعطي مبرر آخر اليمين المتطرف في الغرب صحيح وفي أوروبا يقول له هؤلاء السلمين يفعلونها معهم ثم كيف يكون للغربي الذي لا يتقسم معك الآن هذا الأمر عندما تطلق أنت خلنسميها بين قسين عدوانية التنفيذ عندما تطلقها ترى هذه لن تقتصر على لن تقتصر على المهاجرين غير الشرعيين طبعا رايح الشعب العادي الناس العاديين عندما يرون توجه الحكومة ويرون تصرفات الشرطة والأزل الأمنية هم رايحين إذا أنت ماشي عشر خطوات هم يمشي عشرين خطوة ولذلك الآن الواضح في داخل إسطنبول فيه شكاوة أنه حتى الناس أصحاب البيوت صاروا يتنمروا على المستأجرين صاروا يضعفوا عليهم الأجهة السكان إذا كانت 500 دولار أبدو 1500 دولار ليش؟ لأن هذا عربي وذاك عربي يعني معناته مستباح المال ومستباح الدم لاحظوا أمس في واحد تركي ماذا يفعل بسائحة سائق سائق تركي كيف يضربها في الشارع لأنها رفضت أن تعطيه مزيدنا المال ويضربها ويصور وهو يضربها وهي مرأة مرأة عربية قصد أنا أنه إذا الحكومة التي هي تملك القانون وتملك العقل وتملك الحكمة بدأت تفقد العقل وتفقد الحكمة وبدأت أجهزة تتصرف بعدوانية هذا إشارة للناس أن يأخذوا القوانين بأيديهم وبالتالي هذا لن يوفر لا المهاجر الشرعي ولا الغير الشرعي وأحيانا لن يوفر التركي الواقع هذا الأمر الحقيقة مهم جدا لأنه إحنا في زمن المقاطع المقاطع اللي هي ثواني ولكنها يعني تعطي نوع من الانطباع الدائم فإذا كان مثلا هذا المقطع الذي انتشر لرجل ضابط في الحدود وهو يقفز على جسد يعني مهاجر يقال بأنه أفغاني بشكل وحشي الحقيقة وهمجي يقال بعد ذلك أنه هذا عوقب إحنا ما شفنا مقطع لم نرى فبقي الانطباع بأنه الشرطة وحوله من رجال الشرطة يعني من معه وهم يشاهدون ويتفرجون لا يفعلون شيئا هذا في غاية الخطورة إحنا في بريطانيا وفي دول أوروبية كثيرة والتي نتهمها بالعنصرية ونتهمها بأنه العنصرية متجذرة في الحمض النووي لهؤلاء الناس لا يصل إلى لكن لا يمكن لا يمكن لشرطي حتى لو أنه دا يعتقل قاتل قاتل وبيده أداة السلاح لا يمكن له أنه يضرب لا يمكن له أن يعتدي عليه وإلا قضيته في المحكمة تسقط ما يستطيع يدينه فالحقيقة هذا الأمر أنا يعني أنا لا أزال متفائلا في حكمة الرئيس أردوغان وفي صلابة الصلابة الأخلاقية والقيمية الموجودة لدى لدى الحكومة ولدى الحزب الحاكم الحقيقة قضية الاعتذار بأنه والله بعض الموظفين معارضين في البلديات هذا ليس عذرا هذا ليس عذرا ونكاد الآن على قول البروفيسور فرنسوا بيرغا وتعرفونه جيدا قال لك أن فرنسا يحكمها اليمين المتطرف ويعارض الداخل فيها اليمين المتطرف وهو تنافس بين اليمين المتطرف هؤلاء كيف يبررون ماكرون الآن هذا الذي يتجه إلى التطرف خاصة ضد المسلمين ويتحدث عن الأصولية الإسلامية والسيباراتيزم إلى آخره كيف يبررون هذا بين تبريرات يقول لك نريد أن نسحب من اليمين المتطرف البريعة فيتصرفون مثل اليمين المتطرف هذا هو القول على قول الانتخابات في 2024 على مؤسسات المجتمع المدني التركية كما هو موجود حتى هنا في الغرب أن يكون لها دور لا يمكن أن نتحدث عن الظلم فقط وما تمارسه ليس فقط هؤلاء وأنس برضو شخصيات العربية والإسلامية التي في أكثر من مناسبة تتداع للوقوف إلى جانب الحكومة التركية وإلى جانب أردوغان ولنصرته في محنه يجب أن تقف أيضا موقفا حاسما في مثل هذا الظرف يعني ما بجوز أنه إحنا في الانتخابات نوقف معه وبعدين لما يحدث موجة من موجات العنصرية تتجلى في تعاملات الأجهزة الرسمية نسكت أو نخشى الكلام أو نخجل من الكلام الأسوأ نبرر أو نبرر ما يجري هذا لا يجوز بحال يعني لا ينبغي على الشخصيات البارزة العربية المتواجدة في تركيا والتي لها علاقات جيدة مع تركيا وخاصة المتجنسين منهم وخاصة المتجنسين منهم يجب عليهم أن يتكلم الخشي أن المتجنسين هؤلاء لو يستمر هذا الوضع أقول لكم شيء لو يستمر هذا الوضع وسيسحبون الجنسيات ممكن جدا حتى من الذين جنسوا ممكن جدا لا يظنون أنهم في أمان حتى هناك الآن غضبة عارمة جدا من الشباب على بعض قياداتهم يعني من تعرف أنت في معارضين سوريين في معارضين مصريين في معارضين أراقيين في أجهزة وتنظيمات والآخره الكثير من الشباب أنا شفت على السوشال ميديا والناس الذين يكتبون أنه فيه كأنه نوع بعضهم لا أدري ماذا ذقت وفيه نوع من التخلي أنه هذه التي موجودة وتتواصل معها الحكومة بالصفتها ممثلة لجهات معينة لا تقوم بدورها بشكل فاعل وبشكل حقيقي وتقوم بحمايتها أولئة الشباب أو تغطيها أولئة الشباب عند الأجهزة التركية وعند الحكومة التركية المقصود أن هناك مؤسسات مجتمع مدني تركية وهي كثيرة وفاعل وينبغي أن تقوم بدورها مؤسسات العربية وقيادات العربية يجب أن تقوم بدورها هيئات العلماء أنا أعرف في تركيا عشرات من هيئات العلماء هيئات علماء فلسطين والعراق في سوريا والمجلس الإسلام السوري والموريتاني والخليجي وغيرها وغيرها من الهيئات العلمائية اللي كلها موجودة مقراتها في إسطنبول يجب أن تقف وقفة رجل واحد في الدفاع عن هؤلاء المظلمين يجب أن يصدحوا بالحق ترجمة نانسي قنقر